بسم الله الرحمن الرحيم نكمل شابتر 1 البيو كيميستري أو الكميستري of life نتكلم نهوه ده على الكاربو هيدريتز كاربو هيدريتز like all organic molecules composed of carbon and hydrogen يعني لا تكون بتتكون من الكربون والهيدرو جين مكرو ملكيول أو molecules of life should be have carbon and hydrogen it characterized by the presence of atomic grouping HCOH يعني بتتميز بوجود المجموعة الزرية اللي هي HCOH فهي عبارة عن تكرار لي HCOH HCOH ولذلك هي عبارة بتتميز بوجود هذه المجموعة الزرية HCOH The ratio of hydrogen to oxygen is 2 to 1 نسبة الهيدروجين إلى الزرية يعني لو لاحظت كده هتلاقي ان ده OH وده H اللي هم عناصر ايه؟ عناصر المية وبالتالي يقولوا عليها hydrates of carbon يعني كربون المائي اللي كيلو اسمها كربون هايدرات يعني النشويات أو السكريات The main source of energy يبقى مين مصدر التقل اساسي في قسمك الكربو هايدرات What is the immediate source of energy الكويك السريع الريدي الحاضر الجاهز هو الكربو هايدرات classification of carbohydrates يعني كلم الوقتي على تصنيف الكربو هايدرات classified according to the energy storing كربو هايدرات يعني كربو هايدرات مخزنة للطاقة زي الشوغرز زي السطارش دول مصدر الطاقة الموجود في الخلية أو في قسمك أو تكون كربو هايدرات تركيبية بتقوم بدور تركيب يعني فتاك بارت إن تساهم في إيه in the formation of certain structure of the cell بسايف تركيب بعض التركيب المحددة في الخلية like السيرلوز عبارة عن كربو هايدرات موجود في البلانت السيل وال الكايتين في الإكسسكيلوتون هايدرات الخارجية لأرثرو هودز The classification of the carbohydrates according to the number of sugar units يعني هنقسم الوقت الكربو هايدرات على حسب عدد وحدات السكر فعندك الكربو هايدرات تتقسم اللي حقتين الكربو هايدرات اللي هو simple carbohydrates and complex carbohydrates simple carbohydrates contain one sugar unit or two sugar units if it have one sugar unit so it is called mono مونو يعني وحادي مونو سكريد يعني سكريد وحادي if it have two sugar units is called die يعني سكريات سنائية وكلمة die معناها سنائية simple carbohydrates يبقى ده عبارة عن بورتينات سكرية سوري كربو هايدرات سكرية يعني ده عبارة عن كربو هايدرات بسيطة عبارة عن مونو سكريد or داي سكريد النوع الثاني اللي هو complex carbohydrates اللي هي السكريات المعقدة example بتاعنا اللي هو البولي سكريد اللي هو السكريات العديدة example starch نيشة والجليكوجين والسيليلوس طيب السمبل كربو هايدرات احنا قلنا فيها نوعين اللي هو المونو الأحادي and الضاي سكريد firstly we'll talk about the مونو سكريد which composed only one sugar unit بتكون واحد سكر واحدة this classified according to the number of carbon atom يعني دي كنتك تقسمها تقسمها على حسب عدد زرات الكربون الكربو هيدرات كلها على حسب عدد وحدات السكر طيب المونو سكريد هو عبارة عن سكر واحد تقسمها على حسب according to the number of carbon atoms in the molecule the number of carbon atoms in the molecule is very low ولا ايه لا فعلا تتراوح ما بين 3 3 2 7 يعني من ثلاثة إلى سبعة لهو عندك 3 يبقى اسمه عندك فر كربون تيتروز لو عندك 5 كربون يبقى بنتوز لو عندك 6 كربون يبقى الهكسوس الكلام بتفصيل على البنتوزيس البنتوزيس 5 كربون شكر سكر خماسي example الريبوز سكر الريبوز and D اوكسي ريبوز اتفاقنا كلمة D يعني نزع دي اوكسي بنا زعت الأكسجين طيب هذه بنتوزيس اوكسي they found respectively in the nucleic acid RNA and DNA as you see this is DNA and this is RNA ribos found in RNA what is the difference between this diagram and this formula what is the difference between them you can see this is carbon number 1 this is 2 and 3 4 and this is 5 carbon sugar البنتوز the carbon number 2 has OH if the carbon number 2 has OH so this is called ريبوز if you remove this oxygen لو انت زلت الأكسجين دي هيفضل الهيدروجين بس وفي التالي دي بتسميه Deoxygenated يعني انت نزعت منه الأكسجين بسمه دي اوكسي ريبوز الدي اوكس ريبوز موجود في الDNA دي اوكسي ريبو نيوكليك acid and الريبوز found in RNA hence its name ومنسمي اسمه RNA ريبو نيوكليك acid سكر التاني اللي هو الهيكسوز السكرات اللي هي 6 carbon atoms example الغلوكوز الفركتوز والجالكتوز الغلوكوز 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 غلوكوز الغلوكوز الغلوكوز as المواقع and what is the الا بالبعani الغلوكوز or hexosis hexosis which type of hexosis is fractose or glucose or galactose it is glucose glucose is immediate source of energy the fractose and the galactose also mono saccharide hexose sugar sudasi the fractose found in the fruits and galactose found in the milk so I have hexosis six carbon atoms example glucose is a blood sugar and the galactose in the milk and fractose in the fruits glucose you can express the glucose or draw the glucose terseum glucose like this to show the carbon atoms or disappear the carbon or disappear all these atoms and this is a simplest form to show the glucose glucose now maybe linear structure like this carbon 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 serial that is a slsile طويلة linear or ring structure like this hlqa zi da and a halfa glucose and beta glucose it depends upon this hydroxyl group hydroxyl group in upside you have the bodies it depends upon this method it depends upon it if you used alpha glucose alpha glucose it depends upon this flavor the protein in the recipe follows the الوقت ان عندي سكر واحد لاندي اتنين سكرة واحدتين من السكر بسموه ده مونوسكرايد وده مونوسكرايد انا عايزين ايه نعملهم جويننج نربطهم مع بعض بواسطة ايه بواسطة بوند ربطة الربطة دي تكون هاو ار ماكروم لكل ذو فورمت فورمت باعي دي هيدريشن عشان كده في نزل ايه للمية يبقى التفاعل ده يمشي في البرسابة الاسي ومشي في البرسابة البرسابة الى باسترادة oh no 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 on powder is hydrolysis . يبقى when you wanted to form a maltose or diosachyriide you have to remove one molecule of water and the link will care now formed between them this called one 1 4 glycosidic bond يعني ربطة سكرية على زردة كربون رقم 1 و 4 ليس معا كده this is carbon number 1 2 3 4 يبقى 1 and this is 4 يبقى اللنك يؤكير بين carbon number 1 and carbon number 4 عشان كده قلنا 1 و 4 glycosidic bond in the intestine you can break down or digest them into 2 glucose unit by maltase by hydrolysis reaction يعني مضيف في الـ A جزئات المية طيب المونيمرز اللي هي الوحدات الأحدية لما تتحد مع بعضها تدي بوليمر ويطلع كام يطلع جزئات المية الجزئات المية دي لها معدة بسيطة خالص نقول n-1 لو قلت n-1 ده يديك number of water molecules released from the reaction ال-n ده number of المونيمر ال-n ده number of monomers يعني قلت لك لو انت عندك 50 glucose united together يبقى الـ water released دي كام 50-1 يبقى على طول ديك 49 water molecules ده سكرية ده الملتوز اللاكتوز و السكروز المونيمر او الصابيون السلوحلات الأساسية ده بكو من غلوكوز و غلوكوز ده غلوكوز و ملوكوز وده اسمه المالت شقر سكر الشعير اللاكتوز غلوكوز and galactose and this is milk sugar سكر لبن السكروز غلوكوز و فركتوز and this is cane sugar سكر الشعير وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله موسيقى